تبون هو وزير الدفاع لكن ما يحكمش في زوز سراجن تبون يعني تبون ما يحكمش في زوز سراجن في وزارة الدفاع إلى درجة أنهم يرتكبون خطأ فادح لكن مش هما يحبو به النفخ لكن هو في الحقيقة يأثر عليهم واشنو هذا؟ كيعد رايح الوزارة الدفاعية فرشولوا البيسات الأحمر ويجيبوا له شكون يغنيله ويوقف له ويتحيله لكن أنت وزير الدفاع رايح لوزارتاك المفروض لو كان جا صح وزير الدفاع راك وزير الدفاع على الوزارة التاعك واحد يذهب الوزارة التاعك يديروا البيسات الأحمر ويجيبوا له المساكين هذو كنت على الحرس الجمهوري يغنوا له ويجيبوا له الدربوكا ويجيبوا له هذو الجنود المساكين يضعهم في الشمس عشر سوائع مراتهم ما يستناوا لأنه كي يدخل بعد ساعتين يقودوا يستناوا بره أيضا يضعهم على ستاعة السباح يقدر يكملوا على 12 تاعة الليل استعباد 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 يعني كثير منهم كتبوا لي في فترات وما زالوا يكتبوا لي يقولوا لي يهبلونا كي يود عندنا استقبال ينوضك على زوجة السباح وعلى ثلاثة السباح راك في الاستعداد وعلى ربع راك في المكان اللي راك رايح له وهما عارفين أن المسؤورة يجي على العشرة ولا على الزوج ولا 11 ولا 12 يقولك قبل ما يوصل أصلا كنوا مرضنا ونحن في الاستعداد وفي الانتظار فكيفاش الوزير الدفاع تبون يروح إلى وزارته بالبساط الأحمر كيف؟ وبتدربوكة على الحرش الجمهوري وتبلو حتى دليل أنه ما عنده حتى علاقة بالحواجة على العسكر على الجنيرالات الحقيقة الشعب كان تحدث عليها بشكل عفوي ولكن دقيق تبون مزور وجابوه العسكر تبون مزور جابوه العسكر قالوا لي هذه الكلمة ترعبوا تتهبلوا تجنوا هي وصف هذه ليس قدح هذا ليس سب هذه ليس معايرة هذا وصف هل هناك جزائري عاقل أو إنسان متابع الشأن الجزائري عاقل لا يعرف أن تبون جابوه العسكر؟ شعب جزائري خرج قالك تبون تبون مزور جابوه العسكر؟ واش كرد الشعب؟ مكنش الشرعي على شعب تحرر هو اللي قرد دولة مدنية اليوم ولا غدوة ولا بعض سنة ولا بعض سنوات ستقوم الدولة المدنية بإذن الله الدولة المدنية ماش كما فسروها انتم وتخلوا بعض الأذناء بنتاعةكم يقولك آه الدولة العلمانية آه الدولة المدنية هذه ما يحب شعود عنها جيش لا 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 الدولة المدنية في الجزائري هي دولة نابعة من قيم المجتمع الجزائري من مبادئ المجتمع الجزائري من قناعات المجتمع الجزائري من عقائج المجتمع الجزائري لا يمكن لدولة لا تعبر على شعبها فإذا عبرت على شعبها كما هو حال اليوم يكون هناك انفساخ انسلاخ قطيعة ما بين الشعب والدولة الدولة اللي يتحدث عليها الحراك الدولة المدنية ما هيش واش هم يجي يعرفوها لك الدولة المدنية هي دولة الشعب واش معنى دولة الشعب معنى الشعب يقرر شكون يجي للحكم وشكون يروح مو الشعب اللي رح يحكم شكون يجيبوا ليصلح من أبناء ويجيبوا للحكم اللي ما يصلحش يبعدوا الحكم والجيش الجيش في الدولة المدنية يكون أقوى بكثير من جيش الدولة العسكرية على لأن في الدولة المدنية الجنيرالات عندهم قيادة مدنية والقيادة المدنية مختارها الشعب فالجيش يخضعوا إلى قيادة جات من عند الشعب وهؤلاء ما يقولوش يتناطحوا ما يقولوش هما دائرين القوانين يدخلوا في بعضهم للسجون اللي كان في السجن واللي في السلطة واللي كان في السلطة واللي في السجن هذه تحدث غير في حكم العسكر العبثي دولة المدنية تنقذ الجنيرالات من خصوماتهم وصراعاتهم ومشاكساتهم وكوارثهم وهذه الحقيقة لكن هما ما يحبوش هذه لأنهم عارفين هذه ومعليش ما يحبوش لأسباب متعددة أهمها أن لديهم قناعة راسخة أن هذه البلاد ومعنهم عبارة يقولوها كان يقولوا عن اللغة الفرنسوية لكن هي المقصود بها في الحقيقة كل الجزائر يقول لك نحن سيتم بيتاً دو غير ما معناه هم بيتاً دو غير غنيمة حرب الجزائر في عقلية كبار الجنيرالات كبار الضباط تحت الستينات وكبار الجنيرالات بعد الثمانينات هي غنيمة حرب هما غنموها أرجع لمن تابع الأيام بوتفليقة كان ذهب مرة من جهة الشلف وقال لهم بدي يسيب فيها الشلف وقال لهم فيكم كثير الحركة وإلى آخر كذباً لأن كل المدن الجزائري كانوا فيها الثوار وكانوا فيها الحركة كلها ما كانش جهة في الجزائر ما كانش فيها الثوار والأحرار وما كانش فيها الحركة وكانوا فيها اللي في الوسط لكن هو حاجم الشلف لأنه الشلف على باله الشلف على باله باللي الشلف هذي ما هيش بجاية والله باتنا والله تخرج دير له قلق وقال لهم باللي يشوفوا قال لهم الثورة الجزائرية هذه داروها نخبة دارتها يقصد هو الليلة في قرفة السلاح وقال لهم هذه الليلة هي اللي جابت هي اللي جابت الاستقلال وما تبقاوش تقولون أن الشعب ما الشعب بمعنى أن البلاد يحكموها العسكر أو المصيبة بالرغم أنه موش عسكري وبالرغم أنهم طردوا عشرين سنة بعد وفاة بومدين لكن باش يوري الخضوع انتاعه للي جابوه راح يهاجم في الشلف ويقول هذا الكلام ورغم مكتوب يعني راهي ربما الناس كتبت عليه وعلقت عليه في أن ذاك ما زالت كان شوية الجرائي تكتب يعني ولذلك العقلية السيدة هي عقلية إلى درجة نفسي دي عبد الله بعثوا لي الناس دائرين بناء وعمارات وحطوا فيها صور لابانتير انتاع انتاع الكمبا تعاليبارا يعني اللباس عسكري انتاع قوات خاصة يعني داروهم لابانتير بتاع قوات خاصة هذا إذا كانت تقيقة يعني لأن مرات السورة يتكون في تلعب لكن بغض النظرة حتى كيف يدروهاش نحن عارفين العقلية اللي رأي سيدة اليوم العقلية قال لك هذا البلاد انتاعنا البلاد انتاعنا تعالعسكر كينقولوا العسكر راهو ما هوش انتاع هذاك العارف وانتاع السرجان وانتاع السوليتنا وانتاع الكوماندان وانتاع التبا بكل كون لا 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 راهو نتكلموا على الجنرالات اللي في دون السلطة ومخابراتهم الإرهابية هاي البلاد تعمل لأن الجيش أسير قلون اي واحد يحدث أسرته والله يحدثكم الناس اللي عندهم في الجيش راح يحكي لك على الظلم والحقرة والبرميسي اللي ما اعطوها وعلى الماكلة اللي تتسرق وعلى المقطعة وعلى الصباط اللي لازم يتدبروا والحقرة اللي ما عنداش حدود وا 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 إلى درجة كين وين الناس نتحروا يعني